اللي كان عايز يتجوز صاحبتها اللي نعتبر انه كان عايز يتجوزها قال لها خلي زيتنا فدقينا عشان نتجوز ونبقى احنا الاتنين حبايب يعني يبقى هي مع صاحبي وانا معيك فهو كان القصة كانوا انهم ماشيين في سياق الجواز طيب انا عشان كده قلت لحضاريك وهل هي لما حضار بنات المفروط تتجوزوا عندها سن كم سنة والله انا ما بفضلش انها تتجوز في السنة ده اقول بابتداء مسلا من حاجة وعشرين واحد وعشرين ابتداء من كده واحد وعشرين ايه تما متخرجة اه تبقى متخرجة على الاقل ما تبقاش لان دايما بيعملوا ايه بيخدوهم وهم بيدرسوا تقعد تأجل في الدراسة لما تخلف وبتاع تقعد تأجل وتفقد دراستها وبعد كده لما تحتاج للعمل ما تلاقيهوش بسهول تلاقي نفسها النهاية كان مفروط تقولك ده انا قلت في سنة ثانية ده انا اتجوز وانا في سنة ثانية ماكملتش فتعتبر ان هي معها سنوية عامة فبالتالي وفضل ان هي تكون انها التعليمها بقى عندها نطج شوية وكيفية بقول ابتداء ولكن ده يعني انا عن نفسي شايف انه هو ممكن يكون من 23 و25 ده برضو سن مناسب وسن كويس تلاتين ده وجهة نظر حرك طبعا ممكن تحترم وتحترم لما تكون كونت حياتها كونت قراءها كونت فكر شافت كل الناس قدامها واختارت ده برغم ان هي عملة شافت وراحت وجدت وشتغلت عندها شخصية وانا مختراك انت دونا عن الكل طب انت عارف حضرتك ان الابحاث اللي بتتعامل والدراسات لما بتقول ان المتأخرين عند زوج مش هستخدم الكلمة التانية ومي بحبش هستخدم لا لا ديب 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 حزبنها من 35 و30 وانا شايف ان ده المفروض يطقع حشان كده يقول لك احنا عندنا 12 مليون لا لا انا جاي من هناك وبيقول لك لا انا شايف ان هي مفروضة بكات انا لا في طاقة ولا في صحة مش قادرة والله يا بنيايتك كنت جيت زمان ولا حتى الكلام الحلو ما بتبقاش قادر انه فعلا لا تلاتين انا شايف انه سن فراش طبا سن لزيز جدا تسعة وعشرين يا جماعة نتعرف على بعض نتجوز تلاتين بعد سنة لزيزة جدا كاتير طول خمش تلاتين بس تلاتين لا انت بتبقى عارف دواء الظهري مش قادر انت انت بتبقى بتفكر انافر الظهري ازاي وبعد كده اشوف يوم يا يمشي ازاي انا بقول لحديك اه هم بيحسبوك بالسن ده عشان كده يقولك فيه عندنا 12 مليون مش عارف فتاة مش عارف ايه انهم تأخروا في الزواج بيحسبوهم انهم تأخروا في الزواج لما يوصلوا لهذا السن فبالتالي احنا بنقول زبا احنا كنت قلت انا خبت تلاتين ده سن مناسب انا عن نفسي اقول تلاتة وعشرين خمسة وعشرين وانكان برضو ارجح كل ما يكون اكتر كل ما يكون افضل احنا عندنا ناس بتخاف على بناتها اول ما تدمن 18 سن سطرهم احنا قلنا بانت عشان ما عارفتش تربي عايز تسطر لكن انت عارفت تربي ادخليها وسط الرجالة كلها ماشي يا راجل عايز يمني ماشي يا ست بمئة راجل وانما حداك ازاي ما قلت هتبقى تلاتين دي عملتي خلصت دراسات اشتغلت خلت خبرة في الحياة بقى عندها باكراوند عالية بقى اتشافت حاجات كتيرة في احداث فلما تيجي تتجوز هتحط الكلام ده كله في بيتها طبعا انا عايز اسألك سؤال خبيس شوية هو امها بترجع لابوها ليه هو ده حب غرام وانتقام هي قالت في النص عشان الولاد ما هي هي عيلة في الرسالة بتاعتها ان امها في الاقتر بترجع بقى الست بترجع عشان الولاد ويا الست محدش هيقدر عليها وتقول عيالي لا المغلوبات على امرهم عندنا في المجتمعات بتاعتنا الشرقية والمصرية بيرجعوا لهذه الاسباب قلة الحيلة المادية او حتة ان انا شايفة ان الابناء كده خليهم موجودين مع بعض وكده وكمان في عندنا حاجة مهمة جدا وهي ارتباط خلي بقى وانا اقول الكلام ده هو كلام نفسي شوية ولكن ده موجود ان احيانا الشخصات بتبقى متعلقة ومرتبطة بحد بيئزيها نفسي انداشي هتقولي لي علي مش طبيعي بيحبوا التوكسك لا 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 اه بس بيحصل ده احنا شفناها حتى لو احنا بقول السينما مرايط الواقع تقولك انا احب اللي يزعقلي ويشكومني وما مش اللي بيطبطب علي صح هو في كده صح هو شيء خطأ ولكن احنا بنقول ان ده اللي بيحصل احيانا بقى متعلق بالشخص اللي بيئزيه نفسيا عشان لقيت عنده comfort zone او رحتي فانا افضل موجود في رحتي لاني خايف اطلاقها هو في الاخر مديها ايه اكلها هي بتفكر في الاكل والشرب هي ممكن مورسات عندها بقى الاكل والشرب ومعايشك في بيت مش معايشك ومش بيأكلك مش ده الكلام اللي بنقوله تقول لمكة ايه بقى اختم معك بمكة اقول لمكة ان انت ما قدامكش غير ان انت تعملي حاجتين هتصبري ما احنا كلنا بمعايزين نحق اهداف بنصبر عليها تصبري تخلصي دراستك تشتغلي يبقى لك وضع وكيان تخرجي من هذه القوقعة اللي انت محطوطة فيها اللي هي في الاخر مش هتقد بيك اي نجاح لازم تخرجي من هذا البيت وانت وقف على رجليك والله لو هي خرجت بقى وتستطيع ان هي تقدر تشتغل وتصرف على مامتها تاخد مامتها معا وترحمها من هذا الامر ان ما كانتش مامتها بترجع بقى برضو حبا في السيطرة وحبا في ان تعمل معا كده انما تاخدها معا لو تقدر ان هي تعمل كده ولكن احنا عندنا من قولها يا مكة كلنا بيبقى عندنا امور معينة بنتطرنا انتظر مش هقدر حقا ده السنة دي قدامي سنتين ثلاثة لحد ما اوصل لكذا فانت هتصبر شوية لحد ما توصل للحاجة اللي انت عايزها والحاجة دي هي ان انت تقف على رجليك ودراستك وشاهدتك اهتمي بالدراسة اهتمي يبقى معاك شاهدة بعدها كل ده هينتهي وهتلاقي ان الكلام ده كان اصبح ماضي ايه وعي ترجع تنتحر تاني ايه وعي تفكري في انك تئزي نفسك او تضر لنفسك في اي وقت من الوقات افتكري ان ان انت عندك ربنا عز وجل اللي مش معقولة هيضيع كل تعمك ده عالفاضي في يوم الايام هيديك انتظري بقى وخدي الحاجة الحلوة اللي ربنا اشاهدهالك قبل ما تروح اتماويتي نفسك وتفتقد الحلوة اللي ربنا اشاهدهولك وانت ما يشوفتوش لسه عيش ايام حلوة وبعد كده بيتكلم